اسم الدرس أتعرف المثلثات وأرسمها أستحضر أولاً أرسم قطعة مستقيم ألف باء ثم أبني موسطها العمودي سينصاد الإجابة ما نوع الزوايا التي يكونها المستقيم الحامل للقطعة ألف باء وموسطها العمودي؟ الإجابة الزوايا التي يكونها المستقيم الحامل للقطعة ألف باء وموسطها العمودي جميعها زوايا قائمة أعين نقطة ميم على الموسط العمودي الإجابة أرسم دائرة شعاعها من باء الإجابة أستكشف ثانياً اقططع معلم التربية التقنية من هذه اللوحة الخشبية خمس مثلثات مثل ما يبينه الرسم أرادت أمل أن تتعرف في محاولة واحدة مكان كل مثلث في هذه اللوحة الخشبية بحيث ينطبق كل مثلث مع المكان الذي اقططع منه أساعدها على ذلك بتلوين كل مثلثين متطابقين بنفس اللون في محاولة واحدة في الإجابة الإجابة ألف يساوي ستة با يساوي اثنان جيم يساوي أربعة دال يساوي خمسة ها يساوي ثلاثة أتدرب ثالثاً أرسم زاوية ألف سين ألف صاد الإجابة أرسم دائرة مركزها ألف تقطع ظلعي الزاوية في نقطتين با وجيم الإجابة ما نوع المثلث ألف با جيم الإجابة المثلث ألف با جيم له زاويتان متقايستان إذن هو مثلث متقايس الظلعين رابعاً ألاحظ الزاوية ألف نون ألف طاء أعين على أحد الظلعين نقطة با بحيث ألف با تساوي ثلاثة سنتيمتر وعلى الظلع الثاني نقطة جيم بحيث ألف جيم تساوي أربعة سنتيمتر الإجابة أقيص فتحات زوايا المثلث ألف با جيم الإجابة مجموع أقيصة الزوايا تساوي مئة وثمانين درجة خامساً ألاحظ قطعة المستقيم با جيم أعين النقطة ألف التي تبعد عن با أربعة سنتيمتر وعن جيم ثلاثة سنتيمتر مستعيناً بالبركار الإجابة ما مجموع أقيصة زوايا المثلث ألف با جيم؟ الإجابة مجموع أقيصة زوايا المثلث ألف با جيم تساوي مئة وثمانين درجة سادساً قال أحمد أردت رسم مثلث عام أقيصة أضلعه بسنتيمتر سبعة أربعة إثنان فلم أستطع أعلّل له سبب ذلك الإجابة لا يمكن رسم هذا المثلث لأنه لا يمكن لضلعيه الذين طولهما سبعة وأربعة سنتيمتر أن يتقاطع أقدم له نصيحة تمكنه من رسم هذا المثلث الإجابة لرسم المثلث يندغي أن يكون طول مجموع ظلعيه يفوق طول الظلع الثالث سابعاً قيص محيط مثلث متقايص الأضلع بسنتيمتر خمسة عشر أرسم هذا المثلث مستعيناً بالبركار الإجابة لرسم مثلث ألف باء جيم متقايص الأضلع أرسم قطعة المستقيم ألف باء من ثم أثبت فتحة البركار على نفس قايص الضرع الأول ألف باء خمسة سنتيمتر وأرسم النقطة جيم التي لها نفس البعد عن ألف وباء بحيث يكون ألف باء يساوي باء جيم يساوي جيم ألف يساوي خمسة سنتيمتر لأتحصل في النهاية على المثلث المطلوب ويكون كما في الرسم الموالي أقيص زواياه وأستنتج الإجابة الإجابة لبناء زاوية قايص فتحتها ستين درجة أرسم مثلثاً متقايص الأضلع أبني زاوية قايص فتحتها ثلاثين درجة الإجابة للحصول على زاوية قايص فتحتها ثلاثين درجة أرسم نصف الزاوية ستين درجة باستعمال البركار كالآتي أوظف تاسعاً أبني دائرة مركزها ميم وقيص شعاعها ميم جيم بالسنتيمتر أربعة الإجابة أرسم قطر الدائرة جيم باء الإجابة أعين على الدائرة نقطة ألف حسب اختياري الإجابة أصل النقطة ألف بالنقاط جيم وميم وباء الإجابة ما عدد المثلثات التي تحصلت عليها؟ الإجابة الإجابة برسم المطلوب ما هو قائم الزاوية في ألف؟ لأن كل مثلث رأساه طرفا قطر الدائرة هو مثلث قائم في النقطة الثالثة التي تنتمي للدائرة أما المثلثان ألف باء ميم وألف ميم جيم هما مثلثان متقايص ظلعين لأن لكل منهما ظلعان مقايسان لشعاع الدائرة عاشراً أرسموا ثلثاً ألف باء جيم متقايص الظلعين قيصوا إحدى زواياه بالدرجات أربعة وسبعين ما عدد الحلول الممكنة؟ الإجابة يوجد حلان رسم هذا المثلث وكلاهما يكون برسم مثلث متقايص الظلعين الاختلاف بينهما في قيص فتحة زوايا كل منهما فالأول تكون له فتحة زاوية تساوي أربعة وسبعين درجة وزاويتان قيص كل منهما ثلاثة وخمسين درجة والحل الثاني يكون برسم زاويتين قيص فتحة الزاوية الواحدة أربعة وسبعين درجة في حين تكون الزاوية الثالثة له تساوي اثنين وثلاثين درجة الحل الأول الحل الثاني إحدى عشر أرسم مثلثا متقايص الظلعين ألف ميم باء حيث ألف ميم يساوي ميم باء يساوي ثلاثة سنتيمتر وألف ميم باء يساوي سبعين درجة الإجابة باستعمال المسطرة والمنقلة أقوم برسم المثلث ألف ميم باء أتم رسما مستطيل ألف باء جيم دال الذي مركزه ميم الإجابة في هذه الحالة يمكن أن نقوم برسم المستطيل العمودي على ألف باء في ألف مثلاً من ثم أمدد في ميم باء لأتحصل على النقطة دال من ثم باستعمال البركار أتم رسم آخر نقطة من المستطيل جيم أو يمكن أن نمدد في كل من ميم ألف وميم باء وباستعمال البركار أعين النقطة دال نظيرة النقطة باء بالنسبة لميم ونظيرة النقطة جيم بالنسبة لميم ثم نصل بين جميع النقاط وهكذا نكون قد تحصلنا على المستطيل ألف باء جيم دال أسمي في كل مرة كل مثلث ونوعه الإجابة المثلث ألف ميم باء متقايس الظلعين المثلث دال ميم جيم متقايس الظلعين المثلث ألف دال ميم متقايس الظلعين المثلث جيم ميم باء متقايس الظلعين المثلث ألف جيم دال قائم الزاوية المثلث دال جيم باء قائم الزاوية المثلث ألف دال باء قائم الزاوية المثلث ألف جيم باء قائم الزاوية